النهاردة وانا باتكلم مع حضراتكم ايضا تستمر زيارات اخرى خارجية لمصر رئيس الوزراء المصري الان في الجزائر واستقبله الرئيس الجزائري النهاردة في قصر الرياسة وحصل طبعا في تبادل لي مش بس وجهات النظر ولكن الرسائل المتبادلة نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي ونقل ايضا الرئيس الجزائري تحياته للرئيس السيسي ولمصر واكتمع مع رئيس الوزراء المصري الذي اكتمع بعدها ايضا مع نظيره يا مصر راحب تتحرك ازاي مصر تتحرك بشكل مختلف الان وعلى فكرة تخيالوا ان انتوا ايضا رايح تعرض وده اللي انا قدمتولكم بالامس وانا لما تروح النهاردة وده عرض في زيارات الرئيس الخارجية عندما تتحدث عما حققته مصر احنا عملنا ايه لمصر اللي انتوا كنتوا فاكرينها زمان يعني الطرق مش عارف عملة ايه والدنيا بعافية والحنطو انتوا كلنا عارفين الفكرة العامة التي اخذت عن مصر عبر صنوات طويلة واستمرت ولكن النهاردة مصر لما بتروح بتبدأ تعمل ايه جذب الاستثمار تبدأ تقولك انا بقيت ازاي وعمل ازاي وعندي ايه ويجتمع رئيس الوزراء المصري مع رجال الاعمال الجزائريين ولهم تعالوا استثمروا في بلدكو التاني احنا عمين تسهيلات وعملين 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 زي ما احنا بنروح في كل حتة وده بيسموه في العالم الروت شو ان رئيس الوزراء ييجي ويخبط ويروح هنا ويقابل ويعمل طرق ابواب في مناطق مختلفة ويكون معا وزراء ويشرحهم ويلتقوا بنظراءهم وبيحركوا المياه الراكدة اقتصاديا رغم الازمة الحالية التي تواجه العالم كله افتكروا ملف افريقيا شوفوا علاقتنا بدول افريقيا بقت عاملة ازاي الوقتي شوفوا الطريق اللي احنا بنمده القاهرة كيب تاون شوفوا علاقتنا بالسودان بقت عاملة ازاي شوفوا النهاردة احنا بنبني ايه في تنزانيا شوفوا النهاردة احنا بنتحرك ازاي باسم الاتحاد الافريقي وباسم افريقيا امام العالم شوفوا المؤتمر بتاع كوب 27 اللي انت حتصطدفوه في نوفمبر القادم ويجتمع قادة العالم اجمع في مصر بعد ان وضعت مصر اسس لمطالبات الدول العالم التالت من الدول المتقدمة بالنسبة للمناخ وتحديث ما يحدث انا عايز اقولك او عايز اقولكم اه يعني انتم تتحدثون عن عودة الدولة المصرية الى العلاقات التاريخية الى العلاقات الاخوية الى العلاقات الى العلاقات الريادة في مجالات شتى وعديدة وكثيرة والعالم العربي كله بالذات قبل العالم الغربي بالحقيقة فرحان لعودة مصر وفرحان بهذه الزيارة او الزيارات المختلفة التي تحدث زيارة رئيس الوزراء يوم تلاتين ستة